وفي سياق متصل قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قال أن القوات المسلحة لبلاده فقدت ما بين 10 ألاف و 13 ألف جندي حتى الآن في الحرب مع روسيا وأوضح بودولاك أن السلطات الأوكرانية ستنشر البيانات الرسمية عندما يحين الوقت وكان زيلنسكي قد أعلن سابقا أن بلاده تخسر ما بين 60 إلى 100 جندي في اليوم ويشتبه في أن الطرفين المتحاربين يقللان من حجم خسائرهم البشرية لتجنب أن يؤثر ذلك سلبا في معنويات قواتهم